انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتقس بارد وعاصف وماطر وهبات شديدة من الرياح وتفاصيل هذا المنخفض وهذه النشرة بعد هذا الفاصل اعزائنا متابعين تقس العرب اصعد الله مساءكم تتأثر المملكة بمشيئة الله يوم الثلاثاء تدريجيا بمنخفض جوي في طبقات الجو كافة يتمركز سطحيا في صباح يوم الثلاثاء إلى الشمال من جزيرة قبرص ومصنف بأنه من الدرجة الثانية بحسب تصنيفات مركز تقس العرب وايضا هذا المنخفض مرفق بغتلة هوائية باردة ورطبة بحيث يتوقع أن يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهارا في يوم الثلاثاء وتصبح دون معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام بعدة درجات وتعبر المملكة جبهة هوائية باردة في ساعات الصباح بحيث يكون التقس باردا وعاصفا وغائما وماطرا بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة وتكون هذه الأمطار غزيرة ومترافقة مع تساقط لزخاتنا البرد وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطارية البردة لدينا في ساعات نهار يوم الثلاثاء بمشيئة الله تدريجيا مع ساعات بعد الظهر والعصر تمتد الأمطار بحدة أقل نحو مرتفعات الكرك والطفيلة بمشيئة الله وأجزاء من البادية الشمالية ويتوقع بمشيئة الله أن يترافق تأثير هذا المنخفض الجوي مع رياح غربية إلى غربية قوية السرعة مع هبات شديدة أحيانا تقترب سرعتها من 90 كم في الساعة وتتسبب في حدوث موجات غبارية في الطرق الصحراوية والبادية وبالتالي تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية وتتأثير المملكة بمشيئة الله بمخفض جوي جديد سيتم تصنيفه لاحقا مع ساعات عصر ومساء الأربعاء حتى ساعات الظهيرة من يوم الخميس ويترافق بكميات جديدة من الأمطار وسيتم التطرق لمزيد من هذه التفاصيل لاحقا أما الآن فبعض التوصيات من مركز تقس العرض تحديدا فيما يخص هذا المنخفض خطر شدة سرعة الرياح التي تقترب سرعتها من 90 كم في الساعة ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب والسيول وخاصة في شمال ووسط المملكة وأخيرا أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطرق الصحراوية نتيجة لتدني مدى الرؤية الأفقية بمشيئة الله وأما في هذه الليلة في العاصمة عمان هناك فرص لزخاتنا الأمطار بمشيئة الله درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة إن شاء الله في العاصمة عمان يوم الثلاثاء رياح نشطة درجة الحرارة نهارا 7 درجات وفرص للأمطار ليلا مع 5 درجات مئوية يوم الأربعاء أيضا فرص لهبات من الرياح قد تكون نشطة وفرص للأمطار 10 درجات نهارا و5 درجات ليلا ويوم الخميس فرص للأمطار أيضا 8 درجات إلى درجة 1 مئوية في ساعات الليل ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة متوقعة في باقي مناطق المملكة نبدأها من إربد فرصة الأمطار مع رياح أيضا 11 إلى 10 درجات مفرق من 10 إلى 7 درجات جرش من 11 إلى 10 درجات وفي عجلون من 10 إلى 8 درجات مئوية في ساعات المساء عمان من 7 إلى 5 درجات في الزرقاء 11 إلى 9 درجات بلقاء 9 إلى 7 درجات ما دبت 8 إلى 6 درجات وفي البحر الميت أيضا فرصة لزخاتنا الأمطار من 18 إلى 15 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرك فرص الأمطار أيضا من 10 إلى 6 درجات في الطفيلة من 8 إلى 6 درجات في معان رياح نشطة من 9 إلى 5 درجات في جبال الشراء من 5 إلى 4 درجات في العقبة أجواء غائمة جزئيا من 19 إلى 10 درجات مئوية في ساعات المساء وفي الرويشد رياح نشطة أيضا مثيرة للأتربة والغبار من 12 إلى 4 درجات في الصفاوي كذلك الأمر من 12 إلى 6 درجات وأخيرا في الأزرق من 13 إلى 7 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر